طلب الطلبات صف الاول الاعدادي نكمل مع بعض حل كتاب المعاصر واحدة التالتة الدرس خمس والسادس سؤال اقول لي you should have a good not when you have an interview يعني لازم يكون عندك ايه جيد لما يكون عندك interview طبعا يا شباب عايزوا المظهر جيد لكن من appearance number two بيقول لي you shouldn't tell people about your a يعني ما ينفعش انك تقول للناس عن عايزوا عن اسرارك يبقى هنا يا شباب you shouldn't tell people about your secrets سؤال بعده people who can't walk الناس اللي ما بتقدرش تمشي can use a note to travel around لشان يتجوالوا يقدروا هم يستخدموا ايه شباب عندنا حاجة اسمها كورسي اللي هو بعجلات اللي هو الويل تشير بعد كده بقول لي مجدي has a good not he is kind and sensible يعني مجدي عنده ايه اه طبعا عايز تكلم هنا عن شخصيته فاقول عنده شخصية your personality لبعده my favorite book كتاب المفضل is not عايز يقول لي يسمى treasure island يبي يسمى يا شباب او يدعى اللي هي is cold وبتيجى على بعضها كده لازم كلمة cold يجي قبلها ايه اللي بعده i like basil because he is a lot of a عايز يقول لك يعني انا بحب باسل عشان هو عنده الكثير من المرحل الفن ده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول نوع short stories يعني القصص القصيرة helps young children بساعد الاطفال improve their language ان هم يحسنوا اللغة بتاعتهم يا شباب يبقى هنا عايز يقول لك يعني قراءة القصص القصيرة كلمة قراءة اللي هي كلمة reading تجيب اول الجملة يبقى فيها ing بعده علي is tall but his mother is short يعني علي طويل ولكن ممتود بقى قصيرة فهنا شباب عايز يقول له they are a بهم مش بالطفقين هم مختلفين مختلفين لكن بالdifferent سؤال بعد يقول لي محمد صلاح نواة ليفر بول football club in 2018 عايز يقول لي عن محمد صلاح انضم ليفر بول في سنة 2018 يبقى هنا جويند سؤال بعده this is an exciting book ده كتاب مسير it was bright يعني هو كتاب عايز يقول بواسطة نجيب محفوظ هنا شباب الاسامي دي بتاخد قبلها pi نجيب محفوظ معنى ايه بواسطة نجيب محفوظ ولي بعده children of all who can't walk اللي ما بيمشوش can not a lot of things ان هم يقدروا يعملوا حاجات كتير using wheelchair باستخدام الايه الكرسي المتحرك يبقى هنا كلمة يعمل او يفعل كلمة do سؤال بعده ولي باسل can't walk مقدرش يمشي it's not easy not him to travel around school عايزهم ان هو ما كانش سهل عليه طبعا كلمة easy منه كلمات بتاخد معها حرف easy for him to travel around school اللي بعده he lived not the island alone for 21 years يعني مصر هو بيعيش في الجزيرة الوحده لمدة 21 سنة وهو عيش في الجزيرة الوحده لمدة 21 سنة طبعا كلمة island بيجي معها on على الجزيرة اللي بعده traveling Cairo in the rush hour is not easy يعني التجول في القهارة في ساعة الزروة اللي هي ساعة خروج الموظفين يعني around كلمة traveling around عندنا اكسرسيز على الدرس الخامس والسادس بيبدأ بسؤال نص الاستماع خلي بالك السؤال ده سؤال بيجي في الامتحان وما ينفعش ان احنا نقول القطعة ونبدأ نحل عليها لان انت هتعرر لأي قطعة مختلفة عن كده فانت هنا هتقول معي لي جابت على طول what's your best friend called يعني هو كان بيسمى ايه طبعا القطعة اللي اتقلت لي كان الاسم فيها باسل طب لو اتقل لي قطعة تانية يا مستر سأركز بالقطعة واسمع وحلم بعد كده he has got not hair and brown eyes برضو مجاوش من دماغي انا بجاوب من القطعة اللي انا اسمعتها من المدرس بتاعي فهنا مستر المدرس في الامتحان قال لي مثلا وكان عنده ستريت شعر ايه ناعم بعد كده باسل is a برضو في القطعة كان شخص كاين لذلك هنا لازم ركز بالسؤال ده سماعي مش اكتر what does he like doing طبعا he likes انا اركز بالقطعة واشوفه كان بيعمل ايه فهنا مستر كان بيعمل اللي هي a or b اللي هو مستر reading and playing video games عندي سؤال ده لك سؤال محادسة خلي بالك بقى انت لازم تورى محادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تبدأ تحل رامي and كمال are talking about their favorite subjects يعني بيتكلموا عن موادهم الدراسية المفضلة فالرامي هيسأله يقول له what are your favorite school subjects ايه يا بقى مهدك الدراسية المفضلة كمال قال له I like English and بيحب مادة تانية فهنا معرفش يا مستر فهنا نزل تحت ارى هلا يكتب له like history يبقى هو كان بيحب ايه معل انجليزي مادة الايه مادة التاريخ يبقى هنكتبها له يبقى انا لازم اعرف المحادسة كلها واترجمها قبل ما ابدأ حال سألوا سؤالة ابص في الاجابة عشان اعرف قدتلي استفهام قال له to learn كلمة to يا شباب بسأل علمها عطول بكلمة why حفظها جدا to because حط why على طول في السؤال قال له علشان هتعلم about the past عن الماضي فرد عليه قال له about your about your رامي طبعا هنا عباوت شباب بيجي معها what about يعني بيسأله بعيد عليه السؤال بيقول له ماذا عنك رامي فقال له what about you ماذا عنك فرامي قال له نقط are I نقط are and computer status هبصوا بالاجابة برضو who do you like بيقول له I like I like انا بحب الرسم والكمبيوتر بعد كده قال له why do you like computer status لماذا تحبه قال له because I like playing اللي بنلعب على computer games بروف عليكم يبقى قال له I like playing computer games سؤال بعد كده عندي السؤال الاول بيقول لي and what is a place where we do sport يعني المكان اللي احنا بدنا حب فيه الرياضات او بنمارس في الرياضيات طبعا الرياضات بالمارسة في play ground اللي هو الملعب بعد كده something hidden from other is called الشيء اللي احنا بنخفيه عن الناس شباب ده او انا الاخرين ده اسمه طبعا secret اللي هو السر الصفحة اللي بعد كده نكمل السؤال اللي اول فيها بيقول لي my not friend is عبد الرحمن صديقي عبد الرحمن he helps me قال له هو بسعدني كسيرا يبقى هنا يا شباب صديقه لإيه المفضل طبعا بيسعده ويبقى my best friend سؤال اللي بعده my teacher has got not here it hasn't got any turns طبعا شعره مفوش اي دورنات او اي ملفات او اي مشاكل يبقى الشعر ده مش كيرلي انما هو شعر ايه straight اللي بعده it's important to be not like alice وبهنا it's important to be هنا عايز يقول لك brave like alice يعني من المهم انك تكون شجاع زي ايه زي alice اللي بعده my sister lean has got a long hair not brown eyes طبعا ده حاجاتها هي mr long hair وعينين بنية عايز يقول لي عن شعر طويل وعين بنية وبهنا كلمة and هي اللي بربط بها من الاشياء سؤالي بعد يقول لي my father is very busy مشغول جدا he does sport every day بس هو بروح النادي يعني عايز يقول هو مشغول جدا ولكن هو بيمارس رياضة كل يوم يعني بمسر اقول له but اللي بعد يقول لي it's important not sport regularly طبعا هنا it's important طبعا ده formation على بعضه شباب اسمه it's important to يبقى it's important انا ورعه تو ودو ورعه فعله في المصدر يبقى it's important to do سؤالي بعد يقول لي باسل has got a lot عنده a because he can't walk علشان هو بقدرش يمشي طبعا يا شباب بقدرش يمشي عنده كرسي متحرك هو wheel chair سؤال بعد كده بقول لي he likes reading and not video games طبعا كلمة video games يا شباب بتاخد كلمة playing يبانا أقول له reading and playing video games بعد كده عند سؤال correct سؤال أول بقول لي has your father gets glasses طبعا كلمة gets يا شباب ما يجيش مع has لما هايز يقولها اي 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 عايز يقولها لو عنده نضار فأقول له سؤال بعد بقول لي when loves play tenis طبعا هنا كلمة love من الكلمات برضو اللي بيجي وراء الفعل ببقى فيه in g فهنا play مش هتنفع وطلعه in g تبقى playing اللي بعده he would like خلي بانك بقى like لما يجي قبلها would هنا يا مستر ما يجيش وراء in g لكن يجي وراء تو والمصدر قلنا would like تو والمصدر like بس in g يبقى would like تو وقال له drink orange juice لان شباب كلمة would like بيجي وراء تو والفعل في المصدر اللي بعده رامي loves basketball and he doesn't delight هو بيحب حاجة ومش بيحب حاجة جملتين متنقضين يبقى ما يفعش استخدم and هنا بس رأقول ولكنه لا يحب لإيه volleyball يبقى هنا ولubat